لماذا يوصف الحوثي حلفاءه من مشائخ ونافذين ومن مكنوه من إسقاط الدولة؟ شخصيات نسقت ودعمت الميليشيا الإنقلابية لاجتياح عمران وصنعاء وباقي المحافظات لماذا تأتم تصفيتهم اليوم واحداً تلو الآخر؟ هل تتعامل معهم وفق مبدأ الجزاء من جنس العمل؟ أهلاً بكم سلطان الوروري محمد المطري جلال محسن منصور إسماعيل سفيان وقائمة تطول لقيادات موالية لميليشيا الحوثي تمت تصفيتها لم يكن علي صالح هو من تم التصفيته كمكافأة لنهاية الخدمة إذن هناك العديد من التصفيت المماثلة لقيادات ومشائخ قبلية لعبت دوراً بارزاً في تعبيد الطريق أمام ميليشيا الحوثي لإسقاط الدولة التصفية هذه تأتي ضمن مسلسل تصفيات الشخصيات التي باتت تشكل عبءاً وثقلاً على كاهل المشرفين يدرك اليمنيون أن الحوثي مجرد قاتل مهنته الحرب فهل أغفل من سانده لإسقاط الدولة؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟ مسلسل صراع متفاق من داخل أروقة الميليشيا الإنقلابية من مرحلة الإقصاء والتهميش لمن كانوا حلفاء الأمس من الزعماء القبلين إلى مرحلة التصفية الجسدية الغامضة مسلسل تصفية المشائخ والشخصيات الاجتماعية من قبل الحوثيين يدخل مرحلة جديدة مؤخراً ارتفع عدد مشائخ القبائل الذين قتلتهم ميليشيا الحوثي ممن كانوا أداة لإخضاع مجتمعاتهم وقبائلهم لسلطة الميليشيا قبل أيام وجدت جثة الشيخ سلطان الوروري ملقاة في منطقة قفلة عذر بمحافظة عمران بعد أن قتلته عناصر الميليشيا ورمت جثته على قارعة الطريق الوروري كان أحد أبرز المشائخ الذين سهلوا للحوثيين اجتياح محافظة عمران عام 2014 وقبل أيام قتل القيادي محمد الشتوي وهو أحد مشائخ محافظة عمران على يد القيادي مجاهد قشيرة ليلقى قشيرة حتفه لاحقاً برصاص عناصر الميليشيا بعد اشتباكات عنيفة مصادر محلية أفادت أيضاً بمقتل القيادي الحوثي خالد جمعان على يد أحد القيادات من نفس الأسرة وفي إبريل الماضي قتل الشيخ أحمد السكاني على يد أحد القيادات الحوثية في منطقة صرف حيث أثارت القضية صداً واسعاً بين أبناء القبائل في أواخر مايو الماضي قتل القيادي الحوثي عبدالقادر سفيان على يد قيادي آخر في مواجهة هزت مدينة إب وسقط فيها العديد من القتلى من الطرفين مكافأة نهاية الخدمة هكذا تبدو نهاية هذه الأسماء وهي تتساقط بين حين وآخر كضحايا للجماعة التي استقوا بها ذات يوم وكانوا جزءاً من سيناريو تسليم مناطقهم وقبائلهم لها يوماً ما وحين يذكر غدر الحوثيين لحلفائهم فإن الذاكرة الشعبية تستحضر اسم علي صالح كأبرز من عبد الطريقة للميليشيا قبل أن ينتهي به المطاف أحد ضحاياها في ديسمبر 2017 في لحظة يعتقد البعض أن الانتماء للميليشيا قد يكون فرصة للنفوذ أو حتى الابتعاد عن الأذى إلا أن الشواهد المتعاقبة تؤكد حقيقة واحدة وهي أن الميليشيا ليست بديلاً عن الدولة ولا عن الجماعات السياسية حيث يحتكم الجميع لقواعد التنافس السلمي وأدوات القانون إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي فهد سلطان وكما سينضم خلال هذه الحلقة عبر الأقمر الصناعي لأستاذ محمد الصبري أستاذ فهد بداية المساء الخير أستاذ نور العافية أهلا بك إذن أستاذ فهد ميليشيا الحثيباتة عنها أنها ترتكب الجرائم بحق كل الناس ولكن المستغرب أن تتحول هذه التصفيات لمن شاركوها الإنقلاب ولمن كانوا عوناً لها لدخول كثير من المناطق كيف تفسر ذلك في البداية أنا لست مستغرب لما يقوم به الحوثيين الآن من تصفية الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات بالنظر إلى تاريخ الجماعة نفسها يعني الذي يستحضر تاريخ الجماعة الماضي يستطيع أن يتفهم مثل ما يحصل الآن هي نفس التاريخ حتى بعض الحوادث تتكرر نفسها نفس السلوك نفس الأداء نفس الذي يقرأ تاريخ هذه الجماعات لا أقول تاريخها القريب ولكن تاريخها البعيد تاريخ مسيرة الهاشمية كلها لا يستغرب من كثير من الأفعال التي تحصل اليوم هي تحصل نصا لأن هذا السلوك الجماعة هذه ثقافة نستطيع أن نقول هي ذاكرة الجماعة لامتداد لأكثر من ثمانية قرون فتصفية المتعاونين معها هي لأنهم يتحولوا في فترة من الفترة إلى عب عليها لأن هذا الشخص الذي قدم لها الخدمات لم يقدم لها إلا من أجل مصالح شخصية فهو يشعر أنه لم يحصل على ما كان يتمنى أو على تلك الوعود التي قطعها فيظل إما يعني يطالب أكثر وإما أنه يتجاوز الحدود المرسومة له فتشعر الجماعة هنا بأنها لا بدش أن تقضي على هذه الأشكال الجماعة هنا وعلى الأقل منذ سقوط صنعاء 2014 وحتى الآن لم تتناول مثلا هؤلاء الشخصية التي نتناولها الآن يعني اليوم اليوم تحديدا التقرير لم يتناول شخصية اليوم تحديدا في محافظة عمران اللي هو مقاهة قشيرة هذا واحد مقاهة قشيرة كان يعتبر من الأشخاص المتطرفين أو المتحوثين المتطرفين اللي كانوا مع الجماعة اليوم تحديدا في منطقة ريدا تم تصفيته أو طبعا الخلاف والصراع بينه وبين مدير أم محافظة عمران له أكثر من شهر مقاهة قشيرة ليس هو الذي قتل الوروري لا 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 هذا الآخرين هذا تم اليوم قتله والتمثيل بقثته وسحله في الشوارع ومنعهم يعني حتى الصور الآن متداولة على وسائل تواصل بصورة يعني يعني كأنه نوع من الردع أو نوع من كل من سيخرج سيكون هذه النهاية هؤلاء الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات كبيرة يعني لو لا هؤلاء لم يستطع الحوثي أن يصر إلى عمران يعني مثلا سلطان الوروري هذا هو وشقيقه شقيقه ومصرح الوروري هو يعتبر من أكابر المشائخ في منطقة العذر والعسيمان وهي من المناطق العمران الكبيرة الذين سهلوا دخول الحوثيين ودخلوا في صراعة مع القوى التي كانت منوئة على الأقل الحوثيين يقتل الوروري بدم بارد الأسبوع الماضي قبله في محافظة إب قتل يعني تم إزاحة يعني الواحد من الشخصية الكبيرة التي وقفت مع الحوثيين لا أستذكره الآن يعني مسيرة طويلة من التي تمارسوا الجماعة أنا ذكرت في منشور قبل يومين أنه في قاعدة نستطيع أن نفهم بها الحوثيين أنهم دائما يهربون إلى الحرب الحرب لأن هناك مشكلات يعني مشكلات كبيرة وقت السلام أو وقت الهدوء أو نهاية الحرب هي تتفجر المشكلات داخل الجماعة بشكل طبيعي يعني إذا هدأت الحرب الآن في نوع من الهدوء إلى حد ما هذا الهدوء يبدأ يفتح نوافده ومشكلات داخل فتضطر الجماعة لأنها تهرب دائما إلى الحرب اليوم مثلا في مشكلات كثيرة داخل الجماعة مثلا الآن عندهم ما يسمى بالقتل أو الشهداء معهم مشاكل لا حصر لها ما يستطيعوا يفتحوا هذا الملف بحققة أنه معنا حرب في مشكلات كذلك صدمة داخلية في صراع بين التيارات داخل الجماعة نفسها يعني إذا كان الآن مثلا صراع بين عبد الملك الحوثي وبين عبد العظيم الحوثي صراع بينهم يعني محمد عبد العظيم لا أعترف بعبد الملك الحوثي وعندما يتحدث بفكرة الجماعة يقول عبد الملك الحوثي هذا لا يستحق أن يكون ولي للأمر لأنه ولي الأمر هذه يعني في الفكرة الزيدي أو في المذهب الزيدي أو في فكرة الجماعة له مواصفات محددة لا تنطبق على من؟ لا تنطبق على عبد الملك الحوثي هو يقول تنطبق علي أنا فقط ولا تنطبق على عبد الملك الحوثي قبل أن ندخل في الصراعات التي لديهم أستاذ فهد برأيك لما يلجأ الحوثي لتصفية شركاء السابقين لو نلاحظ صالح وهو كان أحد الشركاء الرئيسيين هو من مع قيادات المؤتمر قيادات عمران العديد من من يتتبع مسيرة الحوثية منذ الانقلاب سنلاحظ هذا الأمر أنا ذكرت أستاذة أنه يتحول مثل هؤلاء الأشخاص إلى عب ويتحولوا إلى مصدر خوف وقلق الثانية هي أنطبقت على علي عبدالله صالح أنه كان يشعروا عنه ليس بعب ولكن يشعروا بخوف ند؟ لا ليس ند لا كان يشعروا بخوف شديد منه وفعلا كانوا يمثل لهم تهديد فحاولوا يسرعوا في العمل يحتى تقضوا عليه وقدموا له نهاية خدمة بطريقة التي لو لا علي عبدالله صالح ما استطاع الحوثيين ما كان لهم موجود اليوم قدم لهم خدمات منذ الحروب الست وهو الذي صنعهم على عيني حتى وصلهم إلى النهاية بالنسبة للبقية هؤلاء الذين ذكرنا هذه الأسماء البسيطة أو الصغيرة أو الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات هذا يتحول إلى عب يعني أنا لما أقدم لك خدمات وأبقى دائما أمن عليك وأريد أن أحصل على مقابل وعلى مكافأة يصبحوا إلى نجو يدخلوا في صراع الحوثي يريد من الشخص أن يقدم له خدمات دون أن يعترض دون أن يطلب مقابل يعني الحوثي يطلب مقابل لكنه لا يطلب للآخرين أن يطلبوا أي مقابل وإذا طلبوا مقابل أو بدأوا يخرجوا على الطريق المرسوم يصفيهم بهذه الطريقة فهم تحولوا إلى عب وهذا العب لا بد يصفي من أمام إذن لما لا يفترض أن يكون هؤلاء الذين تمت تصفيتهم حاولوا الخروج على الحوثي أو يريدون أن يلعبوا نفس الدور السابق لا لا يوجد أي تيير آخر مثلا حتى الآن داخل جماعة الحوثيين نستطيع أن نقول أنه تيير مناوئ ممكن أن ينقلبوا معه لكن هؤلاء يعني الحوثي لا يريد هؤلاء هم كانوا أصلا أصحاب نفوذ يعني هؤلاء الذين قدموا خدمات للحوثي لم يكونوا أشخاص عاديين كانوا أشخاص لهم نفوذ وكان لهم مصالح وكانوا يحصلوا على مصالح لكن الحوثي أعطاهم وعود وأعطاهم وعود بأنه سيعطيهم وسيمنحهم فعلى سبيل المثال الآن يعني مثلا مثل هؤلاء يقدموا خدمات وكانوا يرسموا وعود على أنهم سيحصلوا أشياء كبيرة يتفاجأوا بأن الحوثي الآن يعين أشخاص آخرين لم يقدموا خدمات لم يقدموا تضحيات لم يقدموا شيء يحصلوا على المناصب بل يعودوا يتحكموا بهم هنا يبدأ الصراع وهذا الحصل حتى في العاصمة الصراع كثير يعني في قصص كثيرة من هذا أنه في أشخاص كانوا عاديين أصبحوا اليوم هم في الجانب المالي في الجانب الاقتصادي في الجانب العسكري والناس اللي قدموا خدمات كثيرة أصلا الحوثيين هؤلاء الذين قدموا لهم خدمات بطرق أغلبها كانت خيانة لم يعود يثق فيهم يعطيهم مثلا هدية في تلك الفترة يعطاهم أموال في تلك الفترة بعدها يبدأ يزيحهم إلى الظل إذا اعترض واحد منهم صفاه بهذه الطريقة التي تحصل الآن نعم إذن اسمح لنا أستاذ فهد أن ينضم معنا الكاتب والباحث محمد الصبري عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب مساء الخير أستاذ محمد أستاذ نور حياكم الله أهلا بك إذن كيف تقرأ أنت أستاذ محمد مسلسل التصرية الذي تقوم به ميليشيا الحوثي لشركائها في السابق أو من سندوها لدخول الكثير من المناطق أعتقد أنها نتيجة طبيعية أن يقوم الحوثي بمثل هذه الممارسة هي نتيجة تتوافق مع طبيعة التكوين المذهبي والسياسي والبعد الفلسفي الذي بنيت عليه هذه الجماعة لأنها جماعة بنيت على أساس الاعتقاد بالحق الإلهي وبالتالي كل ما دون ذلك هم وسائل أدوات ستعمل على توظيفهم واستنفاذ قدراتهم وإمكاناتهم ثم إذا استكملت واستنفذت كل ما تستفيده منهم بإمكانها أن تلقي بهم إما إلى الظل أو إما بالتصفية الجسدية الحاصلة والحوثين يتميزون أنهم سريعين في الاستغناء عن حلفائهم والغدر بهم يعني هل هذا أو هل ما يحدث ربما سبب لخروج الكثير من هؤلاء شغرك إلى خارج البلد والهروب منها الطبيعي أن اليمنيين كثير من القادة كثير من السياسيين والمفكرين الذين يدركون طبيعة التكوين الفلسفي لهذه الجماعة من الطبيعة أنهم احترزوا على أنفسهم وفروا من البلد لذلك أكثر القادة الشياشيين في الأحجاب الشياشية والأكاديميين والعشكريين فروا من البلد ولم يبقى إلا الذين توافقوا أو رضوا بأن يتم توظيفهم أو إشكاتهم في الداخل نعم إذن أستاذ محمد أقدمت الميليشي على تصفية الشيخ سلطان الوروري أحد مشايخ وجهاء قبيلة حاشد في صنعاء يقال أن الوروري والمكنة أبو مزاحم هو مهندس سقوط محافظة عمران بيد الحوتين ما هي معلوماتك؟ لا أملك معلومات كثيرة عن الوروري لكن ما قرأنا أن الرجل كان يطلق عليه مهندس دخول الحوتين إلى عمران وكان لعلاقة قوية بكثير من القيادات لأسيما أبو علي الحاكم ومحمد علي الحوثي فلما دخلوا في خلاف لعله خلاف مالي أو خلاف حضور أو خلاف لا أدري ما سبب الخلاف لكن تم تصفيته بهذه الطريقة الوحشية البشعة لا يستكملوا رسالتهم للمجتمع أنهم سيصفون كل من يقف في وجههم إذن سأعود إليك أستاذ محمد أستاذ فهد ما رأيك؟ هل يمكن أن تكون هذه الرسالة فعلاً للمجتمع الدولي بأنهم سيقوموا بتصفية من سيقف أمامهم؟ لما تم تصفية الشيخ الوروري بهذا الشكل البشع كما؟ إذا كنا اليوم نتسأل عن الشيخ الوروري دعينا نعود قليلاً إلى الوراء وننظر إلى شخصيات أكبر من الوروري وهو مثلاً على سبيل المثال وهذا تحليل وهو موجود ويعرفه الجميع وهو تصفية الدكتور محمد عبد الملك المتوكل محمد عبد الملك المتوكل من الذين هندسوا العلاقة بين جماعة الحوثيين وبين علي عبد الله صالح الذين أعادوا التقارب بينهم بشكل لأنه قد تخربت العلاقة كانت نظرية محمد عبد الملك المتوكل وكان ينصح الحوثيين بكل ما أتي من قوة بأن لا يسقطوا صنعة فقط وكلهم سيأتوا إليه لا يذهبوا إلى المحافظات وكانت نظرية علي عبد الله صالح أن يذهبوا إلى المحافظات ووقف محمد عبد الملك المتوكل بكل قوة ضد خروجهم من صنعة وكان حتى هذا بالاتفاق مع السعودية وكان اتفاق حتى مع السفارة الأمريكية واتفاقه مع المجتمع الدولي أن لا يذهبوا إلى تعز وعدم أن يبقوا في صنعة فقط أن يبقوا في صنعة وهذه كان نظريات محمد عبد الملك والخبرة ووقف معهم ضدهم بقوة وكان علي عبد الله صالح يقول لا يذهبوا إلى المحافظات يعني الذي حصل لهم يعني التصرف مع محمد عبد الملك أنا يعني السؤال بطريقة مخالفة اليوم لو يعني أين التحقيقات في مقتل محمد عبد الملك المتوكل لو أن هناك أي تيار آخر تسبب أو قتل محمد عبد الملك المتوكل رضيا اليوم رضيا المتوكل ستدوش العالم ولكنهم صمت ويعني بل من ضمن المعلومات التي نشرت أن الملفات سحبت سحبت ملفات أحمد شراف الدين ومحمد عبد الملك المتوكل سحبت هذه الملفات وتم تجميدها حتى الآن وكذلك الشخص الآخر الذي هو الدكتور الذي كان في مؤتمر الحوار الوطني محمد شراف الدين لا بقي ثالث الذي هو متزوجه محمد عزان أقربا هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة تم سحب الملفات حقا من قبل الحوثيين وقمدت القضية حتى الآن وهؤلاء الثلاثة يعني أنهم كانوا يصفون من يقف عائف أمام يعني إذا كانت الجماعة اليوم تصفي من داخل الجماعة من تيارات الهاشمية من الرؤوس الكبيرة فما بي لك بالأشخاص بالأشخاص صغيرة نعم لكن حين نقرأ الأسباب أستاذ فهد يعني يكون مجرد خلافات يعني لا تستدعي القاتل خلاف على نقطة خلاف على إشراف معين يعني ويعاقب ببشاعة أيوة هنا نعود إلى أول كلمة قلتها هنا الذي لا يقرأ تاريخ هذه الجماعة لا يعني كثير هذه التصرفات الذي لا يقرأ تاريخ هذه الجماعة هي لا تتسامح مع أي شخصية متعودة على أن يقول الكل نعم ولذلك قلت لك هناك صغيرة حتى داخل عاصمة صنعة كان مصطلح هواشم الطيرمانات هذا مصطلح من صعدة قادمة يعني كانوا هواشم صعدة هم يعتبروا أنفسهم دائما عبر التاريخ هم الأحق هم الأحق هم الأنقى وهم الأكثر وكانوا دائما نطلقوا على هواشم صنعة بأنهم ماذا؟ هواشم الطيرمانات أول ما وصلوا صنعة أزاحوا أزاحوا الجميع الذي يتحكم اليوم بالعاصمة صنعة ليس لهواشم السابقين اللي كانوا في عادية العبدالله صالح لهم نفوذ كبير اليوم اللي تحكم بها محمد علي الحوثي والقادمين من صعدة بل سأذكر لك قصة أكثر يحيى الشامي يعتبر هو يعني يطلق عليه بعض الباحثين بأنه المدير التنفيذي للإنقلب كله يحيى الشامي هو كان أحد الرجال بأحد العبدالله صالح هو الذي يعني أدار الشبكة داخليا وخارجيا وأدار يعني أكثر من مرة يقدم استقالته ثم يعود يعني هذا الشخص الآن يعني إذا كان هذا الرأس الكبير يتم تهديده وأكثر من مرة يعني بسبب تصرفات الحوثيين يقدم استقالته ثم يعود ولا زال الآن يعني واحد من أبنائه طلعوا يعني أعطلهم وظيفة كبيرة ثم بقي دائما في الهامش يعني وهذا واحد من القيادة الكبيرة الجماعة هذه بطبيعتها جماعة انشطارية جماعة محا محددات صارمة وهذه طبيعة الجماعة الدائما الذي يقرأ في تاريخ الجماعات وخاصة الجماعات كما في كتاب المؤمن الصادق وهو من أشهر الكتب التي تناولت بثلاث الظواهر أنها جماعات صارمة لا تقبل لا تتسامح مع من يعترض على طريقها أبدا يعني كل من يعترض أو يريد أن يخرج عن هذا المسار تضربه مباشرة ولا تتسامح وأنا سأذكر قبل ذلك اسمح لي فقط حتى لا ننتقل عن الموضوع دكتور عفوا أستاذ محمد يعني برأيك ما تأثير هذه التصفيات على القبيلة ألا يستغرب أن تصفى قياداتها ولا نجد أي حراك يعني نحن نتذكر في السابق إذا قتل شخص فقط ينتمي لقبيلة فلان تقوم هذه القبيلة ولا تقعد ما بالك بمشائخها أين هي قبائل الطوق هل أصبحت يعني غير مؤثرة في المشهد إلى هذا الحد؟ القبيلة تم إسكاتها تماما الحوثي قام بإسكاتها القبيلة تماما باستخدام المستوى الأعلى من البطر والإرهاب والتنكيل بالناس والوجاهات ولذلك عندما دخل عمران يعني تعمد أن يضرب رؤوس القبائل اليمني مثل آل الأحمر وغيرهم ويعني من طبيعة الحوثي أن يقوم بهذه المشتويات العليا من التنكيل والبطر بحيث يتم إسكات القبيلة تماما القبيلة لا تستطيع أن تتحرك بمثل هذه الحالات عندما حدث بعض الحراك في قضية أحمد الشكني تم استدراكه وتلافيه بطريقة خدمت الحوثي أكثر ما خدمت قضية السكني الحوثيين أو السلاليين الهاشميين وأنا لا أريد أن أستخدم كلمة هاشميين بالمطلق لكنهم يملكون كما قال أحد الإخوة يملكون الكود الخاص بالقبيلة اليمني والقبائل اليمني على مرة التاريخ يستطيعون أن يكيفوها ويصرفوها ويحركوها ويرفعوها ويهبطو بها بحسب رؤيتهم لهم قدرة على التحرك بأريح مطلقة داخل القبيلة دون أن يكون هناك امتداد أو اعتراض حقيقي وجوهري فاعل يؤثر على وجودهم وعلى حركتهم أضيف إلى ذلك أن الشخصيات التي يتم تصفيتها يتم بعد أن يستنفدوا كل إمكانات أو طاقات هذه الشخصيات وتكون هذه الشخصيات قد مارست من الأذى والقبح والتنكيل بالناس والوطش بهم بما يؤدي إلى شعور الناس بالغبطة والفرح عند التنكيل بمثل هذه الشخصيات أو تصفيتها وبالتالي الحركة الاجتماعية لا تتوافق ولا تنفعل مثل هذه الحالات والتصفيات التي تقوم بها الجماعة نعم لكن ربما مسألة أنها شخصية لم تعد محبوبة مثلا أو نكلت بالناس الغريب أستاذ محمد أن أسباب القتل والعبث بهذا الشكل واختيار هناك سحل مثلا من ذكره الأستاذ الذي تم تصفيته اليوم مجاهد قشيرة يعني إمعان ليس فقط في القتل وإنما في التنكيل بالجثة لأسباب وهي أسباب خلافات مع مشرف خلاف مع أغلب الحوادث التي تم تصفيت فيها رؤساء قبائل نجد أن السبب إما اختلاف مع مشرف نقطة أو اختلاف مع مشرف المنطقة برأيك هل الفكرة فعلا هي مجرد التخويف أم أن هذا هو ديدا الجماعة عند أبسط خلاف الجماعات المتطرفة الجماعات الشنفوء الشوفينية التي تتكون ببعد سياسي وعقدي بهذه الطريقة عندها من المحرمات المطلقة المعارضة وبالتالي استخدام الأساليب البشعة هذه والتنكيل بهذه الصور المتطرفة جدا يعطيها كأنهم يستخدمونها كسلوب من أجل الإمعان في التنكيل بالمستهدفين وفي نفس الوقت يصر رسالة للآخرين أن لا يتحركوا أو يقوموا بمثل هذه التصرفات أو يعارضوا أو يقفوا أمامها لأن لا ينالهم ما نال مثل هذه الشخصيات نعم إذن سأعود إليك أستاذ محمد أستاذ فهد ربما قبل أن أذهب لأستاذ محمد كنت أود ذكر قصة ما تفضل نعم هو كنت أتحدث يعني أنا أقول أنه مسيرة الجماعة معها خط تسير عليه الذي سيخرج أو سيحاول أن يخرج عن هذا الإطار العام يعني لا تتعامل معه بتسامح أبدا يعني تتعامل معه بعنف أذكر على سبيل المثال مثلا يعني صالح الصماد صالح الصماد كان هو وبن حبتور هذا رئيس الوزراء وخذا كان على اعتبار أنه رئيس المجال السياسي أو الرئيس الفعلي الذي يعينه بعد الإعلان الدستوري كان في حقيقة الأمر صالح الصماد وكان هو على علاقة قوية بعلي عبدالله صالح وكان فعلا مع العبدالله صالح يريد أن يدير البلد بنفس الطريقة التي كان يديرها علي عبدالله صالح بعيداً عن الطريقة الهمية التي يدير بها الحوثيين على الأقل إذا تم المقرن بين الطريقين طبعاً الحوثيين الآن يطبق نفس النظرية التي تحصل في إيران هناك شكل دولة ولكن الذي يدير هي الحرس الثوري الذي يدير الآن البلد ليس المجلس السياسي ولا المؤسسات الذي يديرها هو محمد علي الحوثي واللجان الشعبية صدرت أوامر بإلغاء اللجان الشعبية رفض تماماً من محمد علي الحوثي أصطدم في تأريخ 5-3-2018 كان هناك تصريح هو أخطر تصريح وبعضهم يقول أن هذا التصريح هو سبب تصفيص صالح الصمات أتكلم أمام جامع من العسكريين ومن السياسيين المجهود معهم بأنه سيحارب الفساد وسيقف كل من يسرق وينهب من الدولة باسم المجهود الحربي قال الذين يأخذون باسم المجهود الحربي ونحن نعرفهم ونحن ندري إيش ويكذبون ويزيفون يعني المجهود الحربي يعني ذكر كلام طويل كان كله إيحاء لمن يعرف أنه يعني هذا الكلام موجه لمحمد علي الحوثي نعم بعد هذه الفترة حتى تأريخ يعني حتى شهر ثمانية شهر ثمانية يعني في شهر ثمانية بدأ الصراع يصل إلى مستوى عندما قدم بن حبطور استقالته وحصل صراع كبير يعني بين الطرفين الحوثيين وقدوا أنهم ما فيش أمامهم طريق إذا 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 أبعدوا محمد يعني إذا أبعدوا الأنبن يعني صالح الصمد أو أزاحهم أو قتلوا بأي طريقة ستتعمق الأصراعات فجاءوا بطريقة بطريقة ربما وهذه بعض المحللين أو بعض اللي يقرأوا هذه الرسالة بأنه تم تصفيته يعني الذي يجعل الكثير مثلا يرجح على أن تصفيته كانت بطريقة أو كانت بتنسيق مع الحوثيين يعني أن عندما قتل بغارة من التحالف أن التحالف نفسه جلس ما يقارب عشرة أيام لا يعرف لا يعرف من الذي قتل داخل هذه السيارة ولم يعرفه إلا بعد أن أعلن الحوثيين بعد أن أعلن الحوثيين من هذا الذي قتل أعلنوا عنه يعني هذا الآن يعني صالح الصمد يعني بسبب أنه دخل في إصراء مع محمد علي الحوثي كانت هذه النهاية يعني ما علاقة ما ذكرته الآن أو هذه القصة بسياق الأحداث أو تصفيات الآن يعني إزاحة كل شخص يعني إذا كانوا الآن المقربين على رأس الهرم كل من سيقف ضدهم أو يخرج عن الإطار المرسوم يبعدوه يعني مثلا الآن كان معنا صحفيين من الصقور الكبر الذين مهدوا ودخلوا الحوثيين محمد عايش وكان معنا مثلا نبيل سبيع الذي كان معهم يديروا أشهر صحيفة داخل البلاد أين مصيرهم الآن؟ محمد عايش كان معه ارتباط وكان على علاقة مباشرة مع عبد الملك الحوثي وبالأخير عندما شعر بالخطر غادر ونبيل سبيع يعني تعرض لضرب وأطلق بالرصاص وكان ربما سيفقد حياته يعني هؤلاء الجماعة لا تصفي مثل هؤلاء الأشخاص الضعافة فقط بل تصفي كل من يقف في طريقها سواء كان من الرأس الهرم أو كان من الوسط أو كان من الصغار من الصقور من الحمائم كل من سيقف لا تتسامح معه ولا تتعامل معه بتسامح أبدا إذن لو أعطي لك أستاذ محمد وقمنا باستدعاء الشواهد التاريخية كيف تصرفت القبيلة مع الإمامة أنذاك في سياق الأحداث المتشابهة إذا تكرمت عادي الشؤال نعم أود منك فقط أن تذكر لنا شواهد تاريخية لموقف القبيلة مع الإمامة بما يشابه أحداث اليوم يعني حالة التصفيات هل وقفت القبيلة ضد الشياح مع الحركة أو حالة المقاومة المقاومة وكيف كان رد فعل الإمامة في إسكاة القبيلة أم يعني هل صفت بنفس الآلية التي تستخدمها اليوم كيف كان الموقف كانت تمارس نفس الدورة الذي يمارسه الحوثيون الآن كانوا يختطفون المشايخ وكبار المشايخ ويقتلونهم ويصدرون عليهم أحكام الإعدام ولا أدل على ذلك من يعني والد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر حميد الأحمر وغير من الشخصيات تم تصفيتها بنفس الطريقة وكانوا يأخذون كثير من أبناء الوشايخ رهائن في أبسط وأدفه القضايا وبالتالي استخدام القبيلة بهذا الطريق هذا دايدا هذا الحركة وديدا هذا المنهجية الإمامية المشأة التي تشتمد يعني الرؤية الشياسية من حاكمية أو رؤية للولاية وبالتالي نفس ما يقوم به الحوثيون ونفس الشياقة التاريخي الذي كان يشتخدمه الإماميون بالضبط نعم يعني في السياق التاريخي كيف انتهت هذه الأحداث؟ يعني ربما لعلنا نذكر للمشاهد أو نبسط له أو نسقط ما سيحدث يعني أو بعض التوقعات لما سيحدث اليوم ما سيحدث نفس ما حدث للإماميين تقريبا هذه الحركة لا تعتاش إلا بالأزمات ولا تعتاش إلا بالبطش والتنكيل بالناس هي لا تتعامل مع الآخرين باعتبارهم شركاء ولكنهم باعتبارهم أدوات وبالتالي تستخدم هذه الأدوات كلما يعني رأت أن هذه الأدوة استنفدت الحاجة يعني المعني منها يتم إلقاءها إما كما ذكر الأخ فهد سلطان إلى الظل أو يتم تصفيتها جسدياً أو إلقاءها في السجن أو تلفيق التهم ولدى هذه الحركة قائمة هائلة جداً من التهم التي تطلقها يعني جاهزة ومعلبة تماماً يعني تستطيع أن تطلقها لأي شخص يقوم بمعارضتها أو حتى يمكن معارضتها نفسياً نعم إذن أستاذ فهد يعني ما تأثير كل هذا على بنية الميليشيا هل تم تضيق الأمر على الشخصيات المعروفة بانتمائها لها بمعزل عن القبائل يعني إذا كنت ذكرت لنا أكثر من مثال كيف أنها تصفي حتى من قياداتها أو من ينتمون إليها سلالياً ولا تأبه بالآخرين هو الآن في ما يمكن أن نطلق عليه إعادة هندسة المراكز الفور جديدة داخل صعدة وداخل العمران وداخل المناطق التي يستطيع عليها بشكل عام إعادة فرز أو إعادة تنمية أو إعادة صياغة مثل هذا النفوذ وفق ما تريده هي وفق مصالحها هذه المصالح دائماً تتعارض أو ربما تصطدم مع كل الأشخاص الذين قدموا لها خدمات كل الأشخاص الذين كانوا يمنوا أنفسهم بأنهم سيحصلون أو سيكونوا جزء من النفوذ الجديد يعني النفوذ الجديد هذا هو جوهر الصراع أضرب لك على سبيل المثال مثلاً حصل صراع الآن أو هناك صراع بين بيوت داخل داخل العاصمة صنعاء أسر مثلاً سأضرب لك الآن مثلاً حسن زيد واحد من السقور من أكبر المتطرفين يعني التابعين للجماعة الحوثية لكنها لا تثق الجماعة به لأنه هناك كما قلت صعدة هناك صنعاء يعني مثلاً الآن أسامة ساري هو يعني يعمل داخل وزارة النفوذ الذي يدير هذه الوزارة أو يدير هذه المؤسسة الآن التابعة الحوثيين هو أسامة ساري بينما الذي في الظاهر يعني هو يعني أتكلم عن وزارة الشباب الرياضة بينما الذي في الظاهر هو حسن زيد وهكذا بعض الأسر الهاشمية الآن في صنعاء يعني أسر أخذت أولادها وهربوا بهم الخارج وأسر أخرى ماتوا أغلبهم في القبهات هناك صراع الآن بين هؤلاء وبين هؤلاء من يقول نحن قدمنا خدمات وبين الآخر يعني مثلاً بعض الشخصيات مؤثرين حاضرين ماسكين مراكز داخل الجماعة ولكن أولادهم يدرسوا في الخارج ولم يقدموا تضحيات في الواقع وآخرين ما حصلوا على نفوذ يعني مثلاً سأضرب لك الآن على سبيل مثل بسيط يعني هذه الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية الآن الجميع الجميع يعرفها هذه كانت مقسمة بين ثلاث إلى أربع أسر فقط من يحق لها؟ الذي يستورد والذي يبيع والذي يعني وكانت كذلك مثلاً الأسواق السوداء يعني واحد من الزملاء أنا أتكلم عن أن واحد من هنا من الزميل له ما يقرب أربع سنوات الآن مسكو في السجن بسبب أنه حصل الناس يبيعوا دخل في الزفة معهم واكتشفت أنه من خارج المسموح له والآن في السجن له خمس سنوات يعني كذلك مثلاً النقاط الآن النقاط الداخل المحافظات مش أي شخص يحصل على نقطة هذه موزعة بين أسر محددة وبين نفوذ معين المشرفين على مستوى المحافظات يعني توزع النفوذ مثلاً بعض الأسر المقربين الحواشي الذين يوزع لهم يعني من ضمن الغنائم التي تمنح لهم أن يكون مشرف محافظة أن يكون مشرف منطقة نفس ما كان يصير عليه الإمام نفس الكلام يعني مش أي شخص يستطيع أن يحصل على هذا المنصب يعني هناك أشخاص محددين في تيار داخل هذه الجماعة يشعر أنه لا يحصل على شيء من هذه الغنائم لا يحصل على مثل هذه الأشياء يولد عنده يعني مثلاً حسين العماد حسين العماد في أكثر من يعني عندما ولذلك عندنا لحنا لما نتابع هذه الجماعة عندما تشعر أن هناك أي واحد من المتحوثين أو من الحوثيين يتكلم عن الفساد فاعلم أن هناك صراع داخلي والمظهر أو التعبير عنه أو النفس هو الحديث عن الفساد يعني مثلاً أكثر من مرة هو يتكلم عن الفساد وتخرج معلومات وتفاصيل خطيرة الغاية نعلم أن هناك صراع في الداخل أن الهوى شمحق صنعاء أصبحوا مضطهدين أصبحوا خارج اللعبة كثيراً الذي يدير العاصمة صنعاء اليوم هو محمد علي الحوثي هي اللقنة الثورية هم المشرفين يعني مثلاً الآن أبسط قضية في صنعاء إذا حصل خلاف لا تستطيع أن تحل على هذه المشكلة أو تحصل على ما تريد عبر الأجهزة الدولة أو الموجودة الآن تذهب إلى عند المشرف والمشرف دائماً يعني هو الذي يحدد مثلاً الملف الأسرى كان في عهد الصماد كانوا يتفقوا وبعدين يصطدموا في هذا الشخص يعني هذا الشخص هو الذي يقول نعم وهو الذي يقول لا إذن أعود إليك أستاذ محمد برأيك ما هي احتمالات حدوث حراك أو انتفاضة لقبائل الطوق ضد الميليشيا يعني ما الذي بيد القبيلة الآن أنا أعتقد أن هذا الكلام شابق الأوان أنه ليس قريب الحدوث أو وشيك الحدوث أنا أعتقد أن المشألة ستأخذ وقت طويل لماذا برأيك؟ تشتوعب القبيلة يعني الصدمة وتشتوعب هل فقد الأمل أمل قدرة على المقاومة؟ لا أقول فقد الأمل ولا القدرة على المقاومة هناك أمل وهناك مقاومة موجودة يعني تقريبا على كل المستويات لكن الأسلوب الذي يتم التعامل مع هذه الحالات أو مثل هذه الضواهر واضحة يعني واضحة وجلية يتم استخدام كما ذكرت أكثر من مرة المستوى الأعلى من البطش ولذلك سألتيني قلتي تسألين لماذا يعني يستخدمونها هذه السلبة البربرية سلبة الدماغوجية الهائلة في التعامل مع الشخصيات هذا يسحلوه ويجرجروه يعني بهذه الطريقة المهولة قلت أن هذا سيؤخر عملية الانتفاض الشعبي وفي نفس الوقت ما يتم من مورسة من الضغط الإعلامي والضغط التربوي والضغط الثقافي والآن يعني كما هو معروف عندهم مراكز صيفي أكثر من ثلاثة ألف ومشمائة مراكز صيفي يعني جمعوا فيها أكثر من ثلاثمائة ألف طالب يمني يتم تعبئتهم تعبئة سلالية تعبئة مذهبية متطرفة وما من شك أن هذه التعبئة سيكون لها أثر يعني سلبي على أداء القبائل وأداء المجتمع عموما أداء السياسي والأداء الحراك المقاوم داخل المجتمع وبالتالي ما تقوم به الحركة الحوثية هي تستبق حالة الحراك الشعبي ولذلك عندما حدثت حركة 21 سبتمبر أو كذا الحركة التي قام بها علي عبدالله الصالح يعني الناس خرجوا بسرعة لكنه تم تصفيته بطريقة بربري وبشعة إلى أبعد الحدود وتم إسكات الناس بطريقة مهولة وهذا لا يعني أنه ليس هناك أمل موجود والناس فعلا متحفزين ومنتظرين للحظة التي يتخلصوا من هذا الطاغوت الجاثم على صدر المجتمع اليمني وإن شاء الله سبحانه وتعالى إذا فعلت الجبهات وتم التحرك إلى مستويات معينة تؤذي الحوثيين فقد تحدث يعني قد يحدث حراك مقاوم في الداخل يعني أعتقد هكذا إذن شكرا جزيلا لك محمد الصبري الكاتب والباحث كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من مأريب أعود إليك أستاذ فهد أستاذ فهد يعني ربما عند سؤال الأستاذ محمد حول ما الذي يمكن للقبيلة يعني تعمله تجاه كل هذا الظلم وتصفية قياداتها ألا يعزز هذا من فرضية مساندة القبائل ولجوئها للدولة لتمكينها من تحرير صنعاء برأيك هو الطرف الآخر ليس مستعد حتى الآن هذه واحدة من المشكلات الطرف الآخر الإقليم التحالف المجتمع الدولي يعني مثلا الآن العاصمة صنعاء البيضاء التعيز هذه اللاءات تحقل الولايات المتحدة الأمريكية هذه المناطق لا ينبغي أن تحرر ولا ينبغي أن تبقى دائما قلقة لأن هذه الثلاثة المناطق هي المؤثرة في المشهد اليمني كله البيضاء بحكم أنها تأريخيا حتى منتصف يعني اليمن وكانت بين الشمال والقنوب أو كانت هذه المنطقة لها تأريخ عريق وكذلك تعز لأنها بحكم الكثافة السكنية بحكم تأثيرها الفكر والثقافي حتى على المشهد اليمني كله ورمزية العاصمة صنعاء ولذلك هذه الثلاثة المناطق حتى التحالف كان في أكثر الأوقات مثلا عندما كان يوقف يعني أن هناك ضغوط أمريكية على هذه الثلاثة المناطق التي تتحرر لأنه بتحرر تعز ستتحرر محافظة يعني بتحرر البيضاء ستتحرر المناطق المقاورة الشرقية والوسط والعاصمة صنعاء هي ستسقط يعني الحوثيين مباشرة أو ستسقط الإنقلاب بشكل كبير فالطرف الأول يعني الآن مثلا أي منطقة تريد أن تخرج عن الحوثيين ستضرب بكل عنف وبكل قصوة وبكل قوة والحوثي يحافظ على أمن الداخل يعني هذا مبرر يعني مبرر لمن يريد أن يعني لو أن الشرعية مثلا تمارس نفس الدور ما حصل الفوضى التي تحصل الآن في عدن ولا بتحصل مع أبو العباس نجلس نراض وخرج ودخل وإنجليس يعني لو أن الحوثيين مع الأسف الشديد تتعاملوا بمنطقة القهر والغلبة ومنطقة الدولة الحقيقي والشرعية تتعاملوا بمنطقة الآخر وهذا الذي أخر الآن يعني لو أن الشرعية الآن جاهزة ستتحفز كثير من القبائل ستخرج كثير من المناطق ستتمرد كما حصل تأريخيا لكن بسبب أن الطرف الآخر ليس مستعد فلذلك الناس ليس مستعدين يضحه يخرج بطريقة عدمية يعني يخرج هكذا ويحاصر ويقتل وكما حصلت تجارب معاناة تجربة قاسية التي حصلت في محافظة حقها ما بيخرجش الناس بهذه الطريقة يعني إذا هناك ترتيب إذا هناك إعداد إذا هناك قيادة جديدة للشرعية تستطيع أن تغطي الفراغ أو أن تقوم بدور سيتحرك الناس جميعا صحيح أن اليوم في مقاومة للحوثين في صوت مكتوم ينتظروا اللحظة المناسبة لكن هذه اللحظة المتحين بعد وربما ستطول نعم إذن كيف تقرأ المشاهد السياسي اليمن في ظل سياسات الحوثي في ظل عدم استعداد التحالف حتى الآن في ظل عدم تحرك الحكومة معنى أن الحوثي سيستمر طويلا المجتمع الدولي كان يريد من الحوثيين ينتزع منهم بعض التنازلات ولكنهم أصروا ولو أنهم تنازلوا قليلا كانت الأمور ستعبر بسبب يعني إحنا الآن وقعنا بين شيئين وقعنا يعني بسبب أن الشرعية حتى الآن ما استطاعت أن تمسك الزمام وكانت واحدة من الأخطاء الكبيرة أن التحالف الذي دخل في اليمن يعني لم يكن هناك وفق رؤية استراتيجية واضحة وكان التحالف مثلا يتم دخول التحالف لليمن وفق نقاط محددة نتفق على نقاط وتبقى نقاط لكن أن تسلم الجمل بما حمل وأن تدار البلد كلها من قبل التحالف ومن قبل الدول الأخرى وقعنا في هذه النقاط التي نتجرها حتى الآن ففي إشكالية كبيرة يعني حتى الآن مثلا المنادون الذين ينادون الآن بإعادة هندسات العلاقة بين التحالف وبين الشرعي أعتقد هذا صعب جدا للغاية يعني لا تستطيع الآن مثلا العلاقة قد وصلت لهذه المسار أن ستقبل السعودية أو ستقبل التحالف أنهم يعيدوا هندسات العلاقة من جديد أنت الآن تتدخل مثلا في نقاط محددة تشارك في الطيران وأن تتركي لفراغات الأخرى هذا الكلام صعب للغاية ربما لدينا معارك مؤجلة مع كل الأطراف حتى الآن لكن يبقى الأمل يبقى أن اليمنيين متفقين اتفاق كامل أن الذي يحصل الآن داخل الحوتي ليس شرعيا ولا صحيحا ولا يمكن أن يتعاشوا مع هذا إلى ما لنهاية ما الذي سيحصل في المستقبل أنا أعرف التحديد يعني لكن أن جمعات الحوتي ستستمر أو ستبقى لا أعتقد لأن كل شروط البقاء غير متوفرة معها باستثناء أنها تمارس القهر والقوة والقهر والقوة وامتلاك السلاح الكثير يتحول إلى عب كما تحول اليوم كثير من الذين خدموها إلى عب عليهم تم تصفيتهم إذن شكرا جزيلا لك أصحفي فهد سلطان كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني كما هو لكم مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه